السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير كيك اقتصادي جدا بمكونات جد بسيطة وفي نفس الوقت اللي كيجي راقي جدا في شكل ديالو كي مشتوا معايا شكل ديالو كيفش كيجي صراحة كيجي توحفة واكيد إلا جوا عندكم ضيوف ويعني شافوا شكل ديالو أو لا تدوقوه فأكيد غادي يحيروا في الطريقة فكنتمنى من كل قلبي أنه هنا لإعجابكم في كانتمنى تجربوه فراكي جلديد مكوناته وهي مكونات جد جد بسيطة والشكل ديالو شي حاجة اللي هي راقية جدا كانتمنى من كل قلبي تجربوه شكرا لكم على كل تعليقاتكم إلا كنتوا أول مرة كتزولوا قناة بتنسوش تتاركوا وتضغطوا على الجرس بسيوصلكم كل جديد وبالنسبة المكونات كنحتاجوا أولا عندنا هنا يا جوز الهند أو الكوكو كتحتاجوا الكيمية على حسب رغبة كأسين أو لا ثلاثة أنا هنا عملت كأسين غدي نضيف ليهم مقدار ديال ثلاثة ملاعق من سكر بودرة أو لا سكر سخيل وكنضيفوه لهم جمعوهم بياد البيض بالنسبة لبياد البيض كتبقوا تضيفوه حتى كتولي عندكم هاد جوز الهند أو لا الكوكو كيولي على شكل عجينة متماسكة غدي نضيفوه هنا يا بياد البيض الثانية فتقريبا غدي نحتاجو البياد ديال ثلاثة بيضات على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملته غدي نحتاجو البياد بيضتان أو لا الثلاثة وبالنسبة للسفار ديال البيض فغدي نستعملوه في نفس الوصفة يعني ما غدي شيء ترمى إذا هنا ضفت البيض ديال البيضة التاليثة وهاد السفار ديال البيض غدي نخليه جانيبا اللي غنستعملوه كذلك في نفس الوصفة كنبقوا هنا يا نجمعو العجينة باليد كنضغطو عليها بالأصابيع هكا مع العجن حتى كتولي عندنا عجينة اللي كنقدرو نشكلوها على شكل القرات كما قلت لكم را ممكن تحتاجو غرجوش ديال البيضة لحسب الحجم ديال البيض اللي تستعمل أنا استعملت البيض اللي الحجم دياله صغير فإذا كماشتو بهالطريقة هاي هما بعد ما تماسكت غدي نشكلوهم على شكل القرات اللي كيكون الحجم ديالهم متوسطة لحسب انتو ملقى على اللي غدي تستعملو قداش غدي نشكلو قرات ونخليوهم جانبا كنوضعوهم فحة الصافيحة ديال فرن وغدي ندوزو الآن نسبة المقادير فعلى بركتي الله كنحتاجو هنايا الكأس غير ممتلئ من السكر كأس من الحليب كأس من الزيت دائما الكأس اللي كناخده به القياسات هو كأس شاي عنبا من حجم متوسط أي 150 ميلي لتر قبصة من الملح ثلاثة كؤوس من الدقيق كناخده دائما القياسات بنفس الكأس وعدنا هنا يا كيسين من خميرة الحلويات البيكين باودر 8 غرام لكل كيس أو ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا كيس بانيلا كيس خميرة حلويات 8 وزن 7 غرام أو ملعقة كبيرة وعدنا البيض اللي خلينا يعني بيضة وغدي نزيد عليها دك سفار ديال البيض اللي خلينا من الوصفة الأولى أو من المقونات الأولى فعلى بركة الله هدوهم المقونات غدي ندوزوا الآن مباشرة للتحضير كنجيبوا إناء العجن خنوضعوا فيه قبصة من الملح وكنضيفوا البيض على بركة الله البيضة اللي كانت اللي ضفناها ونضيفوا ليهم دك ثلاثة ديالسفار البيض ومن بعد كذلك فغدي نضيفوا السكر ونضيفوا السكر بنكهة الفانيلا بالنسبة للسكر بنكهة الفانيلا فالوزن ديال الكيس هو سبعة غرامات ونصف أو ما يعادل ملعقة صغيرة ممتلئة غدي نجيبوا الخلاط اليدوي وغدي نحركوا البيض مع السكر دائما يستحسن أنكم تحركوا حتى تتغير لون الخالط بهذا الشكل كن مشتوا معي الآن نحركوا حتى تتولي بهذا الشكل إلا بغيتوا تحركوا بالخلاط الكهربائي فممكن لكن الخلاط اليدوي راه كافي ما تحتاجوش للخلاط الكهربائي على بركة الله من بعد كنضيفوا الزيت دائما مع التحريك ثم نضيفوا الحليب كذلك بشكل تدريجي ونحركوا هذه المكونات جيدة سنضيفوا الآن لبركة الله للدقيق اللي قلت لكم ثلاثة كؤوس نضيفوا له خميرة الحلويات البيكن باودر نحركوها مع الدقيق وهنا نرجع الخليط ديال الكيك وبسم الله لبركة الله نبدأ بإضافة الدقيق بشكل تدريجي وبالنسبة للدقيق فدائما كنوضعوه في غير بال باش كنتفادا وجود تكاتولات اللي كتكون في الدقيق وكذلك اللي كتكون في الخاميرة الآن كنجيبو الصفيحة ديال الفرن ممكن تعملو القالب اللي متوفر عندكم أنا استعملت هاد الإطار لأن القالب اللي عندي كبير بالنسبة لهاد الإطار الحجم دياله هو 20 سنتيمتر إلى 20 سنتيمتر فرشنا في الأسفل ورقة طبخة ولدهنوه إلا كان عندكم قالب مغلوق دهنوه بالزبدة وشوف بالدقيق كنوضعو الخليط ديال الكيك الأول كنحاولو نوزعوه ونقدو السطح ديالو جيدا غادي نخليو منو كيمية كمشتو مثلا تنعملو كنقسمو على ثلاثة جوز أين كنعملوهم في القالب وجوز كنخليو اللي كنضيفو له الكاكاو فقط جوز واحد اللي تضيفو له الكاكاو وهنا كنضيفو ذاك الكيس ديال الكاكاو وكنحركو على بركتي الله حتى كدخل الكاكاو مع الخليط ديال الكيك جيدا وهنا إلا نحتم لي كتضيفو الكاكاو أن الخليط هو اللي تاقيل اضيفو لي كيمية قليلة من الحليب باش كتحصلو على خليط اللي كيكون بنفس الكاتافة ديال الخليط الأول اللي وضعتوه في القالب غادي نحركو هنا كمشتو ها هو الخليط كيف اجدير على بركتي الله غادي نجيو فوق الكيك او لفوق خليط الكيك العادي اللي هو بدون كاكاو وغادي نصبو الخليط ديال الكاكاو بهتشكل حاولو تصبوه بطريقة اللي وريتكم وكنجيو هنا يا وكنبدو نوزعوه على الوجه دائما حاولو تدفعو غير الوجه اللي كيكون في الأعلى باش ما تفسدوش الخليط اللي كين في الأسفل ولا الكيك اللي كين في الأسفل الان كنجيو بو قرات ديال جوز الهند كم باشتو معايا انا را عملت تسعة كورات القالب اللي هو قياس يلو 20 سنتيمتر كندخلوهم هاكا حاولو تضغطو عليهم تضخلوهم باش يجيو داخلين في الكيك ويجيو شكل ديالهم كم ما شفتو معايا في الأول ضروري تضغطو عليهم ومن بعد غادي ندخلوهم من الفرن ساخن من قبل نعملو درجة حرارة من أسفل حتي يتحمر ونخرجوه اذا ها هوا كم ماشتو معايا بنسبة المدارة طريق بحل مدة ديال كيك العادي كطريقة الكيك العادية غادي نخليو الكيك حتى يبرد تماما تماما وغادي ندوزو نحضروا الآن الكريمة اللي كنحتاجو فيها نصف لتر من الحليب ثلاثة ملاعق كبيرة من ناشا ممكن تعودو حتى بكريم باتيسير لكن استعملو الناشا باش تحصلو اللون ديالها أبيض ما كيبانش في الكيكة عدنا هنا كيسين بالسقر بنكهة الفانيلا باش كنكهو هاد الناشا ولكريمة وعدنا ثلاثة ملاعق من السقر والآن على بركتي الله فغادي ندوزو للتحضير كنجيبو أولا كاسرول كنوضعو فيها السقر ثلاثة ملاعق نضيفو ليهم السقر بنكهة الفانيلا وكذلك كنضيفو ليهم الناشا كنصحكم كيما قلت لكم تستعملو الناشا ثلاثة ملاعق كنو ممتلئين جيدا بهذا الشكل غادي نحرقو الناشا مع السقر وغادي نضيفو الحاليب ونحرقوهم مع الحاليب فنحرقوه معك جيدا سواء بالخلاط اليدوي او لا غير بسباتيلا كما عملت انا هنا فغادي نضيفو الكيميه المتبقية من الحاليب وغادي نوضعو الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى كنحصلو على الكريمة اللي كتكون متماسكة كما اشتو بعد ما زولت خليط على النار هاي الكريمة متماسكة غادي نحاولو نصبوها بسرعة على الوجه دي الكيك صبوها بسرعة باش ما تجمدش لكم وسط الكاثرول كذلك باش يجي السطح ديالها مستوي ونقاد غادي نحاولو نقادو السطح ديالها جيدا باش تجينها مقدة من بعد هاي غادي ندخلوها لتلاجة ونخليوها لواحد المدة ديال ساعاتين حتى كتتماسك الى كنتو مزروبين وضعوها في المجمد يعني اللي ما عندكمش الوقت وضعوها في المجمد را كتتماسك بسرعة وهنا في الاخير كنحتاجو الكاكاو كيس واحد اللي غادي نوضعوه هنا يفو حد المسفات او الصفاية كنحاولو نرشو السطح ديال الكيك بالكاكاو يعني كتزين هذا كيبقت زين وهد زين كيما اشتو معايا را كيجي جيد جيد دراقي دان هوا بعد ما عملنا الكاكاو غادي نحاولو الان نزولو الاطار اللي كنا عاملين في الاول اولا القالب يستحسن تستعملو اطار باش تزولوها بكل سهولة كيما تشوفو معايا وبعد ما زولناها ها هو اشكل ديالها كيفش كدجي من الجانب الان غادي نقطع عليكم واحدة غادي نقطعوها إلا بغيتو تقدموها على شكل قطع قدموها بغيتو تقدموها على شكل كيكا عائلية قدموها لكن يستحسن تقطعوها على شكل قطع باش كتجي رائعة فشكل ديالها ودائما نقطعو في النصف ديال الكورة ديالجوز الهيند انتو مام اللي غادي تكونوا توضعوا كورة جوز الهيند عقلوا فين وضعتوهم وتقطعو دائما في النصف باش تحصلوا على كيكام قطعة اللي كتجي في شكل ديالها بهد الشكل وهذا هو شكل ديالها النهائي شفتوها معايا كيفاش كتجي من الداخل انا راه غادي نقدمها غادي نقطعها كلها الى قطع اللي كتكون بنفس الحجم اذا كيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم طبعا راه في الاعلى غادي نزيينها من الاعلى كماشتوا معايا كيفاش مزيينة في الاول هذا هو فيديو اليوم كانت منه من كل القلبة انكم تجربوه فاكيد غادي نال اعجابكم نال استحسانكم فالديد في الماضى قراقي في شكل دياله ومقويناته كما شفتوه معايا راه مقوينات جد بسيطة شكرا على حسن المتابعة نخليكم تلقاوا فيديو قادم وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تطيع ودائعه والسلام عليكم اشتركوا في القناة